طيب احنا لو كلمنا بالنسبة الابتدائي والاعدادي عايزين نعرف من حدر كده معالي الوزير برضو أصدر قرار انه حيتم التركيز على الحضور والغياب لان احنا طبعا عارفين ان السنوية عامة بيعتمدوا بشكل كبير لأسف على الدروس الخصوصية فما بيروحوش أصلا فأهمية قرار زي ده ايه وشايف تأثيره كمان على الطلبة هيكون ايه خلينا نتكلم بمندهر وضحه الصراحة ان موضوع غياب ده المشكلة الأزالية في المدرسة المصرية كل وزير التربية وتعليم بيجي بيقول يا جماعة الغياب ولازم نلتزم بالنسبة الغياب المحددة والطالب ما يغيبش من 10% في السنة عشان ما يتخسبش منه عمال سنة ودرجات الشهور والحوارات دي وكلها بتحصل كل سنة وخاصة ان احنا عدينا جزء بين من المدارس الطلبة هي ما بتروحوش زي ما حضيك قلت في السنوية العامة بيروحوش تقريبا خالص التالتة ما بتروحش خالص وثالتة عادية ما بتروحش للأسف كمان يعني ولو تانية بتروحوش مدارس طب القرار ده هي طبع على ابتداء وعداء دي خاصة ان هما المراحل الاولية في التعليم هي المراحل الاساسية اللي بيعتمد عليها اعتماد كل العملية التعليمية كلها من اولا الاخيرها وخاصة زي ما كان المثل الشعبي بيقول عندنا النقش التعليم في السغر كان نقش على الحجر يعني عشان كده الدكتور رضا حجازي قال لازم نركز على الغياب والطلبة ما يغيبوش من المدارس وتكون المدارس هي المصدر الوحيد للمعلومة ما يكونش بقى للسناتر والدروس الخصوصية بقى يعني لان ده ده هيأثر ويعني ورجوع الطلاب تاني للمدارس او وكتس كول للمدارس اه للطلاب او التعليميس في مختلف المراحل التعليمية هيكون فيه مزح كويسة جدا ان الطلبة هيبتدوا يتعبودوا على النظام اه اللي افتقدوا قبل كده في الاجهزات وفي السنوات السابقة اه نحن هنا نفعل خاصية الغياب والطلبة ما تغيبش في المدارس ده بيحقق لنا امور ايجابية في منتهى الاهمية بالنسبة للتعليم في مصر اولا بتخلي الطالب منتظم في العملات التعليمية بتخلي المدارس بيقوم بدوره بتخلي المدارس في اه يعني جهزة لاستكبال الطلاب بتخلي ادارة المدارسة على تواصل بقى مع الكل عشان يدير العملات التعليمية صح وان كان بيشوب اكيد بعض العيوب وبعض السلبيات اللي بتحصل لكن خلينا نبتدي ونقول ان السنة دي ان شاء الله تكون فتحة خير والطلبة ترجع المدارس في مختلف المراحل التعليمية سواء كان ابتدائق او عديا دي ويبتدي هي نبتدي بقى هي الخطوة الاساسية اللي من خلالها الطلبة ترجع وتكون المدرسة عامل جذب للطلاب مش عامل نفور للطلاب لان الطلبة ما بيقش يروح مدارس كتير ودي مشكلة كبيرة بس الدكتور رضا حجازي عمل حاجة حلو قوي انه رجع الاجتفتي في المدارس صحيح انا جنت لسه هزود على كلام حضرتك انه المدارس كمان هتقوم بتنظيم مسابقات لجذب طلاب سنوية عامة انه هما ييجوا ويحضروا تاني ويكون فيه نسبة حضور هموم السنوية عامل بس اه يعني هو الكلام ده جامع السنة اللي فاتت خليفة لك الدكتور رضا حجازي اصدر قرار بعودة الانشاطة المدرسية بمختلف انواعها كانت الموسيقية او السقافية او المكتبات او الرياضية وعمل اليوم رياضي كويس اوي كان الهدف منه هو عودة الطلاب وتكون المدرسة اداة جذب للطلاب في المدرسة السنوية